ملفات عدة حملتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارتها لبغداد أبرزها هي جهود العراق الوسيطة في ملف المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني فضلا عن إيجاد رؤية مؤحدة لدعم المبادرات بغية تعزيز الحوار بدلا من المواجهة بين طهران وواشنطن وتجنب المنطقة أي عمل عسكري هناك سبب أهم خلف هذه الزيارة هو محاولة توسيط العراق بعملية مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الزيارة تضمنت بحث مسألة المساعدات الإنسانية والاستقرار والتنمية لديمومة الشراكة الستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والعراق وآلية المساهمة في عادة إعمار البداية هذه الزيارة وعدد من الزيارات التي سبقتها المتعلقة بالالتحاد الأوروبي وعلاقاته مع بغداد يحاول أن يعزز الكثير من الدور الذي يلعبها العراق الآن في السياسة الخارجية وجزء كبير من هذا الدور هو متعلق بالتنمية الاقتصادية وتشير المعطيات أن هناك جوانب أخرى لهذه الزيارة ارتكزت باعتماد آلية جديدة في التعاطي مع الملف العراقي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد رسالة معلنة عبر العراق مواجهة إلى طهران وواشنطن بضرورة خفض التصعيد الحالي في المنطقة والتفكير بالمخاطر والعواقب التي قد تحدث جراء أي مصادمة أو عمل عسكري من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد